إن التشريعات الدينية الموجهة للمسلم قد رسمت له منهجا حضاريا واضحا لا غموض فيه و بيّنت له في ذلك الحد المباح و الممنوع في قضية الاستهلاك فقد قال الله تعالى في قانون حضاري مخاطبا للإنسانية كلها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ففي هذه الآية توجيه شامل جامع للإنسان بأخذ حاجته من الملابس و الزينة وتناول ما يحتاجه من المآكل و المشارب و يدخل ضمن ذلك حاجات الإنسان الأخرى و حفظ الله تعالى من خلال هذه الآية حقوق الإنسان و من يعولهم فالإسلام أباح الاستهلاك ولكن بضوابط و من أهم تلك الضوابط عدم الإسراف و تجاوز الحد و قد لا ندرك معنى الإسراف الذي يدخل في كل شيء حتى في العبادات ترجمة نانسي قنقر